الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه سبحانه خالق بلا حاجة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة لا يفن ولا يبيد ولا يشبه العبيد فعال لما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وقر فيها بأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد أبناء وبنات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته و أهلا و سهلا بكم مع مراجعة لدروس الصرف التي سعدنا فيها باللقاء مع حضراتكم و كنا قد شرحناها متتابعة في حلقات متتالية بدأنا فيها باسمي الزمان و المكان سم اسم الآلة سم قسمنا الاسم إلى صحيح و مقصور و منقوص و ممدود و كيفية تثنية و جمع كل منهما سم ختمنا الحديث بالتعجب و اسم التفضيل ففي حلقتين اثنتين متتاليتين يتم التذكرة بهذه الدروس السابقة أسأل الله أن ينفعكم بها و أن يعلمكم و أن يلهمكم رشدكم فستكون المراجعة من خلال أسئلة النظرية تارة و أسئلة تطبيقية تارة أخرى فهيا بنا على الحلقة الأولى من المراجعة لدروس الصرف خاصة المقرر عليكم هذا العام مراجعة الصرف حلقة رقم واحد عرف سؤال نظري عرف اسمي الزمان و المكان يعني كيف تعرف أن هذا اسم الزمان أو هذا اسم مكان هو اسم مشتق طبعا درسنا في المشتقات للدلالة على زمان أو مكان حدوث الفعل إن دل على زمان حدوث الفعل يسمى اسم الزمان دل على المكان يسمى اسم مكان طيب كيف سؤال الذي بطبيعته يطرح نفسه كيف تصوغ اسم الزمان أو المكان من فعل ثلاثي طيب صياغة اسم الزمان و اسم المكان من فعل ثلاثي طالما قال من فعل ثلاثي إذن الفعل الثلاثي له صياغة و غير الثلاثي له صياغة من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين و قد يكون على مفعل بكسر العين إذن متى يكون على وزن مفعل و متى يكون على وزن مفعل على وزن مفعل من الفعل الثلاثي صحيح الآخر إذن معك فعل عدده ثلاثة أحرف صحيح الآخر شرط ثاني مفتوح العين في المضارع إذا جاء لك بفعل انظر إلى هذه الشروط أولا فعل ثلاثة صحيح الآخر مفتوح العين في المضارع سيأتي على وزن ما فعل مثل الأزهر مصنع الرجال اسم مكان الفعل صنع ثلاثة آخر وحرف عين صحيح الآخر طب المضارع يصنى مفتوح العين في المضارع يفعل النون مفتوحة التي تقابل العين إذن قلنا مصنع على وزن مفعل أو مضموم العين في المضارع نفس الكلام سيأتي على مفعل تقول الفجر معبد المصلين معبد اسم زمان لأن قبله كلمة الفجر تدل على الزمان طيب من الفعل عبد سلاسة صحيح الآخر المضارع يعبو البا مضمومة إذن مضموم العين في المضارع إذن صحيح الآخر مفتوح العين أو مضموم العين في المضارع سيأتي على مفعل في اسم الزمان واسم المكان أو من فعل معتل اللام يعني ناقص مثل العقل ما وعى الفكر ما وعى من الفعل وعى اسم مكان طيب هذا الفعل سلاسة نعم لكنه ليس صحيح الآخر معتل اللام ناقص متى يأتي اسم الزمان أو اسم المكان على وزن مفعل مفتوح العين تقول في أربع حالات الحالة الأولى أن يكون ثلاثيا صحيح الآخر مفتوح العين في المضارع الثانية ثلاثيا صحيح الآخر مضموم العين في المضارع الثالثة أن يكون ناقصا يعني معتل اللام الرابعة أن يكون أجوف يعني معتل العين إذن يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين إذا كان الفعل ثلاثيا مفتوح العين في المضارع إذا كان الفعل ثلاثيا مضموم العين في المضارع إذا كان الفعل ثلاثيا معتل الآخر يعني ناقص إذا كان الفعل ثلاثياً معتل العين أجوب إذا جئ لك بمثال طبق عليه هذه الشروط إن كان واحداً من هذه الحالات تأتي على وزن مفعل طيب إذن متى يصاغ على وزن مفعل بكسر العين نحن قلنا إذا كان ثلاثياً صحيح الآخر مفتوح العين في المضارع أو مضمومها كان على وزن مفعل طيب لو كان مكسور العين بقيت مكسور العين يأتي على مفعل تقول الأزهر الشريف معقل العلوم من عقل يعقل معقل إذن المضارع مكسور العين فجاء على مفعل هبط مهبط أو فعل مثال يعني فأو حرف علة لأنني أخذت الأجوة في العين حرف علة والناقص اللي لا محرف علة كان في وزن مفعل بقي المثال اللي هو فأو حرف علة يكون معي في مفعل مكسور العين تقول عين زمزم المورد مورد جاء من الفعل ورداء وهو فعل مثال يعني فأوه حرف علة ورداء إذن يصاغ اسم المكان واسم الزمان على وزن مفعل بكسر العين إذا كان الفعل ثلاثيا مكسور العين في المضارع إذا كان الفعل ثلاثيا مثالا يعني فأوه حرف علة طيب لو كان الفعل غير ثلاثي نحن نمشي معه قطوة قطوة هو السؤال يطرح نفسه نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر طيب هذا يشتبه صياغته مع صياغة اسم المفعول نعم نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر طيب كيف نفرق بين اسم الزمان أو المكان وبين اسم المفعول السياق هو الذي يحدد يعني مثلا نقول أيام الحج مجتمع المسلمين أيام مجتمع يبقى زمان من الفعل اجتمع غير سلاسي أبدلنا حرف المضارع ميما مضمومة ثم فتحنا ما قبل الآخر مجتمع ونفس الكلام الفجر منطلق من ينطلق يبقى منطلق وسيناء مستخرج يستخرج مستخرج إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر كلمة مجتمع انطلق مستخرج أسماء مشتقة تدل على زمان أو مكان حدوث الفعل ولما كان الفعل غير ثلاثي يعني اجتمع وانطلق واستخرج صيغة بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة كما صيغ اسم المفعول وفتح ما قبل الآخر طيب السياق هو الذي يحدد الفرق بين اسم المفعول واسم المكان أو الزمان سؤال تطبيقي استخرج اسم الزمان أو المكان وبين وزنه وسبب مجيئه على هذا الوزن بل لهم موعد موعد لن يجدوا من دونه موئلة موعد من الفعل وعدة هنا مثال فجاء على مفعل ذلك لمن خاف مقامي مقامي وخاف عيد مقام من الفعل قام أجوف إذن جاء على وزن مفعل لأنه أجوف حرف علة عينه لا أبرح حتى أبلغ مجمع هذا جمع ثلاثي وصحيح الآخر المضارع يجمع مفتوح العين إذن مفعل سلام هي حتى مطلع الفجر طلع يطلع مطلع جاء على وزن مفعل لأنه ثلاثي صحيح الآخر مضموم العين في المضارع صغ اسم الزمان أو المكان من الكلمات الآتية مع بيان ما حدث من تغيير هذا أتركه لك استقر طبعا غير ثلاثي أو ناقص وجرى ناقص طب سكن ثلاثي طب المضارع منه صحيح الآخر يسكن مضموم العين في المضارع ولذا مثال هبط يهبي مكسور العين في المضارع هذه مساعدة لتجيب على هذا السؤال استقر غير ثلاثي أو وجرى ناقص سكن صحيح مضموم العين في المضارع ولد مثال هبط مكسور العين في المضارع اسم الآلة عرف اسم الآلة اسم الآلة هي أسماء تدل على الآلة التي تستخدم في الفعل آلة تستخدم في الفعل منها ما هو جامد يعني ليس له فعل ومنها ما هو مشتق ومنها ما هو مشتق يعني له فعل الاسم الآلة المشتق له أوزان قياسية ما معنى أوزان قياسية؟ يعني كل ما جاء على هذا الوزن نستطيع أن نأتي على هذا الوزن قياساً يقول لك مسل لكل وزن من هذه الأوزان القياسية بمثال واحد أقول مثلاً مرآة آلة نستخدمها في الرؤية على وزن مفعالة من الفعل رأى فعل ثلاثي متعد يعني يصل إلى المفعول به بنفسه هذا الوزن الأول مفعالة منشار على وزن مفعال مشتق من الفعل ناشرة فعل ثلاثي متعدي وزن ثاني إذن أخذنا مفعالة ومفعال أوزان قياسية يعني لو جاء زاعة ستقول مزياع حبر محبرة مثلاً إذن وزن يقاس عليه واحد مفعالة اثنين مفعال محراس أيضاً على وزن مفعال من الفعل حرثة فعل ثلاثي متعدي مزياع نفس الكلام على وزن مفعال من الفعل ذاعة فعل ثلاثي متعدي طيب وزن ثالث مبرد على وزن مفعال من الفعل برد فعل ثلاثي أيضاً متعدي إذن مفعالة مفعال مفعال غسالة وسلاجة على وزن فعالة من غسالة وسلجة فعل ثلاثي متعدي إذن مفعالة مفعال مفعال فعالة حاسوب على وزن فعول ساتور على وزن فعول من الفعل حاسب حاسوب فعل ثلاثي متعدي ساقية على وزن فاعلة من الفعل سقى ثلاث متعد أيضا نصباح من الفعل أصبح هو فعل رباعي وفعل لازم إذن يكون قليل إذن لو لحظت في كل الأمثلة السابقة نقول فعل ثلاث متعد هنا فقد هذا الشرط فجاء من غير ثلاثي وجاء لازما وليس متعديا نقول هذا قليل طيب هذا في المشتق اسم آل جامد يعني ليس له فعل فأس على وزن فعل إبرة سكين قدوم رمح سيف نورج كل هذه آلات لا تنضبط تحت وزن محدد وليس لها فعل فنقول عنها اسم آل جامد سؤال تطبيقي استخرج الأسماء التي وردت على وزن اسم الآل فيما يأتي وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانِ مِكْيَال مِفْعَل مِزَان مِفْعَل إِسْلَمِ زِيَاعَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَال مِفْعَل مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاه مِفْعَلَة مِشْكَاه مِفْعَلَة دابة الأرض تأكل منسأة المنسأة هي العصى مِفْعَلَة سؤال بطريقة أخرى زين الكلمات الآتية حِذَاء حَاسُوب مِحْرَقَ غَسَّالَ سأترك لك الإجابة على هذا السؤال زين الكلمات الآتية حِذَاء حَاسُوب مِحْرَقَ غَسَّالَ سؤال بطريقة أخرى صغ من الأفعال الآتية اسم الآلة نَظَرَ مِنْظَار أو نَظَّارَ طَحَنَ مِطْحَنَ لَقَطَ مِلْقَاطُ طَرَقَ مِطْرَقَ نَقَشَ مِنْقَاش ذَاعَ مِزْيَاع كَوَا مِكْوَاه عَيِّن اسم الآلة المُشْتَقُّ وَالْجَامِدْ مِنْقَلَ مِنْقَلَ قَدُوم وَنَوْرَجْ هذا جَامِدْ أَمَّا مِنْقَلَ مِزَان من وَزَنَة سَاقِيَا مِنْسَقَ هذا مُشْتَقُ إذن لو قيل استخرج ستستطيع الزن إن شاء الله تقدر على ذلك عين المُشْتَقُّ وَالْجَامِدْ قَدْ أَوْضَحْنَ ذَلِكَ سَابِقًا وأتممناه بالمراجعة قبل أن نبدأ في المنقوص نقول أن اسمي الزمان والمكان يدل على زمان الفعل أو مكان الفعل يأتي على وزن مفعل بفتح العين ويأتي على وزن مفعل بكسر العين مفعل في إذا كان صحيح الآخر ثلاسياً وكان مفتوح العين في المضارع أو مضموم العين في المضارع أو كان ثلاثياً ناقصاً لا مهو حرف علّة أو أجوى في عين وحرف علّة هذا على وزن مفعل طيب مفعل ما تبقى هنا إذا كان صحيح الآخر مكسور العين في المضارع أو مثال يعني فأوه هي التي تكون حرف علة طيب من غير السلاسة أبدل حرف المضارع عميما مضمومة وافتح ما قبل الآخر مثل صياغة اسم المفعول طيب ما الفرق؟ السياق هو الذي يحدد الفرق اسم الآلة تدل على الآلة التي تعينك على فعل الشيء منها ما هو جامد ليس له فعل ومنها ما هو مشتق المشتق له أوزان محددة مثل فاعلة فعول مفعال مفعلة وهكذا فعالة أما الجامد ليس له وزن محدد وليس له فعل انتقلنا بعد ذلك في تقسيم الاسم إلى منقوص ومكسور وممدود وعرفنا الاسم المنقوص طبعا الصحيح هو الصحيح الآخر ليست فيه أي تغييرات تحدث المنقوص هو الذي آخره يا لازمة وقبلها كسرة أما المكسور هو الذي آخره آلف لازمة وقبلها فتحة الممدود آخره همزة قبلها آلف زائدة نبدأ في المنقوص ثم بعده المكسور كيف نثني وكيف نجمع المكسور تسنيته وجمعه عرف الاسم المنقوص هو الاسم المعرب ليس مبنع المختوم بياء لازمة نعم مكسور ما قبلها يعني مثلا كلمة الساعي اسمه معرب ومختوم بياء الساعي قبلها كسرعي الداعي القاضي العين والضاب كل منهما حرف مكسور قبل الياب طيب لماذا قلنا المعرب حتى يخرج المبني قد يكون مبني آخره يا لازمة ومكسور ما قبله مثلا الذي والتي أسماء موصولة لكنها مبنية نحن نقول أن يكون معربا طيب كلمة ياء لازمة ولو تقديرا ما معنى ولو تقديرا يعني قد تكون محزوفة لعلة صرفية فالمحزوف لعلة صرفية له حكم الثابت مثل كلمة قاض داع لا في حالتي الجر والرف بنحزف الياء نقول هذا قاض ومررته بداع ستأتي إذا تحول إلى معرفة أو نصب أقول رأيت قاضيا أو القاضي بلياء إذن أيضا هذه الياء يحسب هذا أيضا اسم منقوص طيب كيف تسني الاسم المنقوص هذا الذي آخره يا لازمة قبلها كسرة تبقى يا المنقوص عند التثنية وتزاد يا ونون أو ألف ونون علامة على التثنية في حالة الجر أو النصب يا ونون في حالة الرف ألف ونون ولو كانت هذه الياء محزوفة رد قاض تقول قاضيان داع داعيان في حالة الرف في حالة النصب والجر قاضيين وداعيين دارت الدائرة على هذين الباغيين جاءت بلياء زدنا يا ونون علامة على التثنية وهنا جاءت بلياء والنون لأنه مجرور ولاحظ الباغي باقية كما هي ياء المنقوص باقية وزدنا علامة التثنية إذن لا يحدث أي تغيير سوى زيادة علامة التثنية المعطيان راضيان المعطي راضي فقلنا المعطيان راضيان زدنا الألف ونون علامة على التثنية طيب كيف تجمع الاسم المنقوص جمع مؤنس تبقى يا المنقوص نفس الكلام كما بقيت عند التثنية نزيد ألف وتاء علامة على جمع المؤنس السالم فتقول المؤمنات مؤديات مؤدية مؤديات زدنا الألف وتاء ما عليهن من واجبات كلمة مؤديات جمع مؤنس سالم مفردها مؤدية إذن عند تثنية الاسم المنقوص أو جمعه جمع مؤنس سالم لا يحدث فيه أي تغيير يزاد عليه علامة التثنية فقط وهي الألف ونون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر هذا في التثنية وتزاد الألف والتاء في حالة جمعه جمع مؤنس سالم كيف تجمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم إذن قلنا عند التثنية تبقى اليا وتزاد علامة التثنية وعند جمعه جمع مؤنس سالم تبقى اليا أيضا ويزاد عليه علامة جمع المؤنس السالم إلى ألف والتاء إذن لا يحدث أي تغيير طيب كيف تجمع الاسم المنقوص الذي أخره ياء لازم قبلها كسرة كيف تجمعه جمع مذكر سالم تحزف ياء المنقوص إذن في جمعه جمع مذكر هنا تحزف الياء لماذا؟ قالوا لأنها ستلتقي ساكنة مع الياء التي ستأتي علامة للجمع فيقول تحزف ياء المنقوص تخلصا من التقائها ساكنة مع الياء التي هي علامة الجمع ثم تزاد علامة جمع المذكر السالم وهي الياء والنون المكسور ما قبلها إذا كان الاسم منصوبا أو مجرورا أو الوا والنون المضموم ما قبلها إذا كان الاسم مرفوعا إذن عند جمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم تحزف ياء المنقوص وتزادوا ونون مضموم ما قبلها هذا في حالة الرف أو ياء ونون مكسور ما قبلها في حالتي الجر والنصب إذن تغيير واحد وهو حسف الياء ثم تضيف علامة الجن مثلا إن المتقين في جنات ونعيم المتقي آخره ياء لازم قبلها كسرة إذن هو اسمه منقوص اجمعه جمع مذكر احزف الياء المتقي ثم زد يأونون لأنه اسمه إن منصوب المتقين في حالة المتقون كن من الداعين الداعي اسمه منقوص فمجرور هنا فجئنا بعد ما حزفنا الياء جئنا بالياء والنون الداعي نقول الداعي ثم نضيف الياء والنون المحامون أصلها المحامي في المفرد فحزفنا الياء ثم نضيف نوا والنون لأنه مرفوع المحامون يسعون لتحقيق العدالة طيب سؤال آخر يقول تطبيقي سن الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي الداعي إلى الخير محبوغ على الباغي تدور الدوائر الوادي يتميز بالنقاة طبعا هذا لا يحدث فيه أي تغيير سوى أنك تضيف علامة التثنية لو مرفوع مثل الداعي تقول الداعيان مجرور مثل الباغي يبقى يوانون على الباغيين طيب الوادي مرفوع يبقى الواديان اجمع الكلمات الآتية مع بيان ما حدث من تغيير المرتقي والراعي المرتقي اسمه منقوس طبعا والراعي اسمه منقوس قال إذا جمعناها جمع مذكر سلم نقول المرتقون في حالة الرفع والمرتقين في حالة النصب والجر الراعي الراعون ماذا يحدث عند تثنيتك لكلمة قاض وداع ترد الياء المحزوفة كما اتفقنا قاضيان داعيان وتزيد علامة التثني ننتقل الى الاسم المكسور قبل الانتقال الى الاسم المكسور نقول ان الاسم المنقوس اسم المعرب خرج به المبني اخره ياء لازمة ولو محزوفة لعلة صرفية قبلها كسرة عند تثنيتك للاسم المنقوس او جمعه جمع مؤنس سالم لا يحدث اي تغيير تبقى الياء ثم نضيف علامة التثنية الف ونون في حالة الرف او ونون او يا ونون في حالتين نصب والجر طيب الاسم المكسور اسم المعرب ايضا لكن اخره الف قبلها فتحة اخره الف لازمة قبلها فتحة الاسم المكسور كيف تسنيه وكيف تجمعه عرف الاسم المكسور اسم المعرب اخره الف لازمة مثل فتحة عصى سلاسي مستشفى الالف اكثر من ثالثة يعني في كلمة فتحة الالف رقم ثلاثة وعصى نفس الكلام ومستشفى اكثر من ثلاثة طيب المعرب كما اتفقنا هناك يخرج المبني هناك مبني اخره الف لازمة مثل هذا اسم اشارة مبني اخره الف لازمة ما الموصولة او الاستفهمية اخره الف لازمة طيب كيف تسني الاسم المكسور عند تسنية الاسم المكسور ينظر الى الفه لاحظ اختلف الحال تماما عن المنقوس هنا في المكسور تنظر الى الالف ان كانت ثالثة يعني رقم ثلاثة مثل فاتا وعصى ردت الى اصلها ان كان اصلها واو ترد الى الواو يا ترد الى اليا طيب ان كانت اكثر من ثالثة يعني رابعة خامسة فصاعدا تقلب عند التثنية يا دون النظر الى اصلها اذا لو وجدتها رقم ثلاثة الالف ردها الى اصلها الواو تقلب واو يا ترد لليا طيب لو كانت رابعة فصاعدا تقلب يا بدون النظر الى اصلها اذا في الاسم المقصور تنظر الى الالف ان كانت ثالثة ترد الى اصلها هذا في التثنية وجمع المؤنس السالف ان كانت اكثر من ثالثة تقلب يا في جمعه جمع مذكر سالم تحزى في الالف ويفتح ما قبلها دليلا عليها وتضيف علامة جمع المذكر السالف باقي معنا الاسم الممدود ثم التعجب والتفضيل في مراجعة حلقة قادمة بمشيئة لله تعالى على امل اللقاء بكم سعدت بحضراتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة